اشتركوا في القناة منذ عشرات السنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل اسم اسا أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نجيب عن موظمة رسائل فور وصولها إلينا في الحلقات الماضية بدأنا مع حضراتكم الحديث حول المخادع الأكبر في تشخيصه وهو مرض الحمل خارج الرحم وقلنا الحمل خارج الرحم وعرضنا مسلسل لسيناريو صادم جداً تأخر في تشخيص حمل خارج الرحم انتظرونا في الحلقتين القادمتين سنعرض لكم السيناريو المصري الأكثر قصوى والأكثر ضراوة في بيان كيفية تأثيرات السلبية لتأخير تشخيص الحمل خارج الرحم في مفاجآت في الحلقات القادمة جت كده وإحنا بنعمل حلقات الحمل خارج الرحم تجمعت قدامنا لكن الحلقة دي عايزين نوري حضراتكم على الملخص للحديث عن الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم هو حدوث الحمل في أي مكان خارج تجويف الرحم قد يكون في الأنبوبة في المبيض في عنق الرحم في تجويف البطن الأغلب والأكثر شهرة هو الحمل في قناة فالوب 98% من حالات الحمل خارج الرحم تحدث في قناة فالوب تزداد معدل حمل خارج الرحم في الفترات الأخيرة بقته تسمعه كتير كتت النسبة تقريباً 1% الله ده قليل أوي أيها النسبة بقت 2% أيها ما زال قليل أيها ما زال قليل بس تقريباً زادت ضعف عن ما كان يحدث في السنوات السابقة الأسباب إيه؟ الأسباب نتيجة للالتهابات المتكررة اللي بتحدث مش الالتهابات المهبلية اللي الستات بتقول عليها الالتهابات في الحوض وحول الأنابيب نتيجة للأمراض المنتقلة بالعلاقة الزوجية والعلاقات الجنسية واستخدام اللوالب كوسيلة لمنع الحمل كل ده بيزود الالتهابات الأنابيب وبيزيد من نسب الإصابة بالحمل خارج الرحم فإذا حدث الحمل خارج الرحم تصبح السيدة حامل وعندها أعراض الحمل وتتأخر الدورة لكنه حمل غريب من بدايته بتبقى أعراض الحمل قليلة في ألم واضح والألم ده له مظاهر وبيسمع في الحوض وفي أسفل الظهر وممكن يبقى معاه نقاط دم متكررة ويوجد صعوبة في تشخيص الحمل خارج الرحم وإذا تأخر التشخيص انفجرت الأنبوبة وحدث نزيف شديد قد يودي بحياة السيدة تعالوا نلخص الكلام ده في فيديوهات يمكن شفناها قبل كده لو الفيديو الأولاني جاهز نشوفه مع بعض ونعلق عليه هنتكلم على ملخص لأسباب وأعراض وعلاج الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم الحمل في العادي هو حدث سعيد لكن إذا حدث الحمل في خارج الرحم الفيديو ده احنا شفناه قبل كده بنعيده على حضراتك تاني لأنه ملخص لكل الموضوع الحمل خارج الرحم من المشاكل التي قد تحدث من في بداية الحمل كيف يختلف الحمل خارج الرحم عن الحمل الطبيعي الحمل الطبيعي البوايدة المخصبة بتنزرع في بطانة الرحم في واحد من جدارات الرحم الحمل خارج الرحم زي ما انتوا شايفين كده البويضة انزرعت في الأنبوبة وده أغلب حالات الحمل خارج الرحم اللي بيحصل في الأنبوبة هذا سيؤدي إلى فقدان الحمل وقد يهدد حياة السيدة السبب الرئيسي وجود التساقات في قناة فالوب أو ضيق في قناة فالوب لا يسمح للبويضة المخصبة أن تسير في مصارها الطبيعي وتصل لتجويف الرحم وبالتالي لأن فيه سدد لأن فيه ديء فتنزرع هذه البويضة في الأنبوبة نسبة حدوثه تقريباً 1% زادت لـ 2-3% من السيدات الحوامل أكتر من 98% من حالات الحمل خارج الرحم تكون في الأنبوبة مخادع في تشخيصه الأسباب الرئيسية والريسك فاكتور هو خلل في الأنبوبة ستة عندها ديء في الأنبوبة انسدات في الأنبوبة التساقات في الحوض التهابات في الحوض ستة بتستخدم اللولة بكوسية لما أن الحمل ستة عملت جراحة سابقة بفتح بطن زي استقصال كيس على المبيض المدخنات ومستخدمات اللوالب مرض البطانة المهاجرة كل دي عوامل خطر الأعراض الرئيسية ألم شديد في أسفل البطن في بدايات الحمل وهذا الألم قد يصحبه نزيف مهبلي وألم في الكتف ودوخ هذه الأعراض الأخيرة تحدث في حالات فقدان كمية كبيرة من الدم ونزيف داخلي مثل أي حمل نجد أن اختبار الحمل حيبقى موجب لكن اختبار الحمل دا الأمثل أنه يتعمل اختبار حمل رقمي في الدم ثم يعقبه ويجب أن يعقبه تكرار لهرمون الحمل فنجد أن ما فيش زيادة مثالية في زيادة هرمون الحمل مع ألم شديد في أسفل البطن هذا يسير القلق أن دا احتمال يكون خارج الرحم والحمل خارج الرحم مخادع محتاج دكتور متنبه له ومحتاج أنه يبقى مفكر فيه وحطه من ضمن احتياطاته واحتمالاته فيعمل Vaginal Ultrasound صنار مهبلي أي صنار من البطن في بدايات الحمل هو غير مفيد على الإطلاق وقد يؤدي إلى فشل تشخيص الحمل خارج الرحم وقد ينتهي بأن السيدة تتوفى بسبب ده العلاجات إذا كانت حالة الست مستقرة والحمل خارج الرحم اكتشف بدري وما فيش نزيف كيل شديد ممكن ندي الست أدوية لمحاولة قتل الحمل خارج الرحم دون التدخل الجراح هذه الحالات نادرة ويستخدم فيها علاج كيماوي اسمه ميثوتركسيت هذا العقار يقوم بقتل أنسجة الحمل خارج الرحم ويوقف نموه وقد ينجح في بعض الحالات لا تزيد عن تلت الحالات وقد لا ينجح في تلتين الحالات أما التدخل الرئيسي فهو جراح والجراحة المسلئة التي تجرى هذه الأيام هي جراحة بالمنظار بعيدة عن جراحة فتح البطن التي ستنتهي حتما باستقصال الأنبوبة المنظار لن يفتح فيه البطن تقل فيه الانتصاقات يمكن استقصال الحمل خارج الرحم يمكن الحفاظ على الأنبوبة 65% من الستات اللي حصلوهم حمل خارج الرحم قد يحملنا خلال شهور بحمل طبيعي داخل الرحم لكن إذا كانت الأنبوبة الأخرى إذا كانت الأنبوبة استقصلت والأنبوبة الأخرى فيها مشاكل وعملنا جراحة بفتح بطن وليس بالمنظار احتمالية تكرار الحمل خارج الرحم احتمالية مرتفعة ولا يوجد شيء يمكننا بمنع الحمل خارج الرحم لكن يمكن تقليل نسبة حدوثه بعلاج التهابات الحوض وبعلاج المرض البطانة المهاجرة وبإن حد يبقى متنبه لوجود احتمالية الحمل خارج الرحم فيبقى بيعمل اختبار حمل رقمي في الدم وصنار مهبلي في بدايات الحمل ويكون طبيب نابع عشان يتعامل مع هذه الحالة إذا فقدت السيدة واحد من أنابيبها ده معنا أنه فرصها في الحمل قلت لكن معنا أنه مش قلت لـ 50% زي ما الناس بتعتقد لكن أي جراحة تجرى لعمل حمل خارج الرحم يجب أن يتبعها بشهرين ثلاثة تقييم لحالة الحوض والأنابيب بأشعب السبغة أو بتقييم جيد اختيار طبيب متمرس يضمن تشخيص مبكر لمعظم الحالات وتعامل حاسم مبكر ليتفادى مضاعفات الحمل خارج الرحم التي قد تصل إلى انفجار الأنبوبة ونزيف داخلي وقد يؤدي إلى تهديد حياة السيدة هو من الأسباب والأمراض القاتلة التي فيها معها نسبة وفيات الحمل خارج الرحم يمكن تفاديها لو حد متنبه للموضوع وغير أنه هو مرض قاتل قد ينتهي أنه لا يقتل السيدة لكن يفقدها جزء كبير من خصوبتها إذا فقدت أحد أناببها ده ملخص الكلام على الحمل خارج الرحم إذا كان فيه اتصال ناخده إذا ما كانش فيه اتصال ناخد الفيديو رقم اثنين طيب نشوف الفيديو التاني هو هنعرض لحضراتكم تقريبا نفس ملخص الكلام على الأسباب والأعراض والكيفية تشخيص الحمل خارج الرحم ده الحمل الطبيعي بوايدة مخصبة لقونها أصفر دي بتنزرع في جدار عضلة الرحم أي انزراع للحمل خارج تجويف الرحم اسمه حمل خارج الرحم قد يكون في المبيض المبيض الكرة الكتلة البيضاء دي وده نادر شوية لكن بيحصل العادي إن المبيض تخرج منه بوايدة عشان تتخصى بداخل قناة فلوب ثم بعد تخصبها تسير باتجاه الرحم إذا كان فيه عائق في مصارها ده تنزرع هذه البوايدة المخصبة في قناة فلوب نفسها في مكان السدد تمام؟ عندك كبري الكبري ده مش ماشي فالعربية بتاعتك اللي انت سيئة وقفت فيه فيحصل انزراع للحمل خارج الرحم في الأنبوبة الأنبوبة لا تستطيع أن تتحمل الحمل بمتقدم الحمل هيحصل انفجار للأنبوبة ويحصل نزيف النزيف ده يكون شديد ومفاجئ فست تفقد لترات كبيرة من الدم ممكن الحمل خارج الرحم يحصل في المبيض نفسه دي الأماكن الأخرى لكن الأكثر شهرة هو الأنبوبة زي ما قلنا ممكن الحمل خارج الرحم يحصل فيه تجويف البطن أهو في تجويف البطن لا في الأنبوبة ولا في الرحم ولا في المبيض وده قد يصل لفترات متقدمة شوية لأن فيه مكان للتسع قد يكون فيه عنق الرحم دي الأماكن الأخرى التي يصبها لكن قلنا 98% من حالات الحمل خارج الرحم هي حمل في الأنبوبة وبالتالي كل ما هو خارج الأنبوبة لا يمثل أكتر من 2% أهو الحمل خارج الرحم كانت نسبته 1% زاد بقى نسبته 1 لكل 60 حمل النسبة بتزيد ليه بتزيد؟ لأن أسبابه بتزيد الريسك فاكتور قدامنا أول ريسك فاكتور هسترو بيلفك انفلاماتري ديزيز التهابات الحوض سيكشول ترانسفيميت ديزيز الأمراض المنطقلة بالعلاقات الجنسية الست اللي عندها حمل خارج الرحم سابق الست اللي عاملة جراحة سابقة على الأنبيب عملت تسليك للأنبيب عملت تصليح للأنبيب الحمل خارج الرحم يجب علاجه بمجرد تشخيصه عشان نتفادى مضاعفاته ومضاعفاته قد تنتهي بفقد الأنبوبة أو بفقد خصوبة السيدة أو بفقد حياة السيدة وبالتالي يجب تشخيص جيد مبكر ليمكن التعامل مع الحمل خارج الرحم مبكرا تفاديا لحدوث مضاعفاته ودي الجملة اللي سابتة قدام حضراتكم على الشاشة الآن وبالتالي إذا حصل هذه المضاعفات زي ما قلنا قد تفقد السيدة أنبوبة من أنبوبتها قد تقل خصوبتها قد يحدث أن التدخل الجراحي اللي احنا هنعمله يزيد الطين بلا فيحدث التصاقات فيؤثر على كفاءة الأنابيب وقد تفقد بعض السيدات للأسف الشديد حياتهن ما زال فيه وفيات من حالات الحمل خارج الرحم رغماً عن التقدم الطبي إزاي أمنى حدوث حمل خارج الرحم للأسف لا يمكن منعه لكني ممكن اكتشافه موكراً إزاي بإني أول معرف أن أنا حامل أخطار طبيب مشهور وموثوق فيه اتنين أعمل اختبار حمل رقمي في الدم ثلاثة صنار مهبلي أربعة تكرار الثلاث عوامل دول فيه ثلاث عوامل لتشخيص الحمل خارج الرحم اختبار حمل رقمي في الدم صنار مهبلي طبيب جيد متنبه تكرار الثلاثة دول بعد يومين ثلاثة ده اللي ممكن معاه يقيناً نعمل تشخيص مبكر للحمل خارج الرحم لأنه إذا شخصه مبكراً جداً يمكن علاجه دون جراحة صحيح دي حالات ندرة لكن ممكن أو يمكن عمل جراحة تحفظية جراحة بالمنظار وحافظ على الأنبوبة واستقصل فقط الحمل خارج الرحم واترك الأنبوبة في مكانها وكمان صالحة وتعمل ودي ميزة جراحة المناظير وده اللي حنوريه لحضراتكم في فيديوهات متعددة بس حنشوفها على مدى الحلقات القادمة بس الأول حنشوف فيديو تاني يمكن في الحلقة دي بس نشوف الاتصال اللي معنا معنا اتصال تريفوني السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا فن يا دكتور انا حامل ليا شهرين واثناشر يوم كده كويس بس يعني من أول تبارس بينزل علي دم زي أسود كده غامق يعني طيب وحضرتك قبل ما ينزل الدم ده لما عرفت انك حامل كنت رحتي لدكتور وشاهد حضرتك اهوة امتى رحتي لا هو اللي بيتعامل في البيت ما اسموش رقمي لان بيتعامل في البده بتعامل في البول والاختبار الحمل الرقمي ده بيتعامل في الدم وفي معمل نمرة اتنين حضرتك رحتي وعملوا لحضرتك سونار من البطن اهوة وشافوا كيس حمل اه وفي النقطة كان كويس في النقطة الحمل كان 171 من النقطة الحمل هو يفرق لو 171 من 160 من 140 عشان كده حضرتك بتقولي يعني النبض كويس يعني ما انا بسأل له حضرتك هو يفرق الارقام ما يفرقش لأ فيش مشكلة هو حاجة النبض كويس بس اه نبض كلمة انه يبقى موجود مش كويس كلمة ان فيه نبض تمام مفيش حاجة سمع نبض كويس ونبضه مش كويس فيه نبض او مفيش نبض طيب واخر مرة حضرتك كنتي رحتي للمتابعة امتى رفت على واحد عشر رمضان كده ولما نزل الدم ده بقى حضرتك عملتي ايه غير ان تكلمتيني انا كلمتك انا بكلم الدكتورة قالت واخد اجازة على العيد عشان انا بتابع نبضيها عشان اتلاصل الدكتورة واخد اجازة قاسي حاجة للمتابعة فحضرتك قلتي انا بديلا لحد ما هي تتواجد هو انا يعني مبسوط جدا من ثقة حضرتك بس اكتر حد يفيد حضرتك هو اللي يعمل لحضرتك صونار لان الحمل ومشاكله يجيب عنها ويعرفها ويشخصها هو من يجري لحضرتك صونار فحضرتك محتاجة تلتزمي بالراحة قدر الامكان لحد ما تنزلي تعملي صونار واللي يعمل لحضرتك صونار هو الوحيد في العالم الذي يفيد حضرتك في سبب الدم اللي نزل وعلاجه وفرص الحمل واكتماله لان اي نزول الدم فيه الاسابيع والشهور الاولى من الحمل يقال عليه عند الاطباء ان ده اجهاد منذر يعني ده انذار ان الحمل مهدد وقد يكون مهدد الى درجة تنهي الحمل ويحدث فيه اجهاد فاللي بيحصل لحضرك ده اسمه اجهاد منذر التعامل معاه ازاي واحد بالتزام الراحة اتنين بالبحث عن سبب تلاتة اللي يبحث عن السبب كمان يجيب على الحمل كويس ولا لا اللي يعمل الحاجتين دول هو اللي حضرتك تنزليله ويعمل لحضرتك صونار لاني لا استطيع ان قفيد حضرتك تليفونيا بأكثر من هذا ان انا اقولك التزمي الراحة وان ان انصحك بعمل صونار في اقرب وقت تمام طيب هنخرج لفاصل قصير وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم الحديث عن المخادع الاكبر الحمل خارج الرحم اسبابه تشخيصه وطرق علاجه اتفقنا ان احسن طريقة للعلاج هو الجراحة بالمنظار هنوري حضراتكم فيديو تعريفي كده تصويري لمال مفترض انه يتم من خلال جراحة المناظر فاصل وبعد الفاصل نواصل بشت خيره الحمل دي نعمة وآيات نحتاج منا لرعاية الصبر ما دعه ونتهج عودنا اليكم بعد الفاصل ونستكمل معكم الحديث عن الحمل خارج الرحم زي ما قلنا الحمل خارج الرحم يستدعي تدخل وتدخل فوري بمجرد متشخصه بعض الحالات بس دي بشروط محددة ومقننة جدا وبالتالي دي حالات ندرة انك تكتشفها مبكرا ان تبقى حالة الستة الصحية العامة كويسة ان تبقتش فقد الدم كتير ان الحمل خارج الرحم ما يبقاش انفجر ان مستوى هرمون الحمل في الدم ما يبقاش عدى ارقام معينة وارقام قليلة يعني ان حجم كيس الحمل يبقى له حدود معينة ساعتها ممكن ناخد علاج دوائي والعلاج الدوائي ده علاج كيماوي وهو يفشل في تلتين الحالات وينجح فيه النادر وتلت الحالات فاذا فشل نتدخل جراحيا لكن معظم الحالات الحقيقة ما بنبقاش شخصينها بدري اوي كده في الارقام اللي ممكن نتعامل معها بهذا العلاج الدوائي وساعتها يبقى العلاج الجراحي هو الامثل كان الحاجة الكلاسيكية القديمة اللي بطلت ان كانوا يشخصوا ان ده حمل خارج الرحم يبقى الست تتبنج ونفتح بطنها ونستقص الأنبوبة ويخلصنا على كده دي أنبوبة فاذا تكرر في الأنبوبة التانية نستقصى بالتانية وتقصدت فقدت أنابيبها طبعا ده تدخل جراحي عنيف بنفتح البطن الست بتفضل في المستشفى عدة ايام وفتح البطن الوحده بيعمل التساقات إلى جانب أن الحمل خارج الرحم بيحصل في ستة أنابيبها مش كويسة والدم اللي حصل في الحوت وكل ده كان بيطرق السيدة بدون أنبوبة والأنبوبة التانية غالبا بتبقى تأثرت بشدة عشان كده الحالات اللي الوقتي ممكن اكتشافها قبل ما تتضهور حالتها يتم التعامل معها جراحيا بس من خلال المنزار الميزة في المنزار إنه ثقب في البطن وليس فتحة في البطن خلال نص ساعة العملية بتنتهي مع جراح مناظير يعني يكون شاطر خلال ساعتين ثلاثة ستة تغادر المستشفى ماشي على رجليها غالبا في جراحة المناظير لا نستقص للأنبوب اللي حصل في الحمل خارج الرحم معظم الحالات نقدر نفتح الأنبوب ونخرج الحمل من الأنبوب ونطرك الأنبوب في مكانه فبالتالي يبقى سبنا الأنبوب وسبناه كمان في كتير من الحالات بيبقى بكفقته العادية والطبيعية بعض الحالات إذا كانت حالة الأنبوبة مش كويسة ممكن نعمل استقصال الأنبوبة بس برضو من خلال المنزار يبقى تكسبنا ميزة إنها الجراحة الأسهل للسيدة والأسرع واللي مدة الاستشفاء منها أعلى وبقاء الست في المستشفى أقل وتعود لحياتها الطبيعية ومبقاش فيه سكار ومبقاش فيه جرحة فيه بطنها وحنوري حضراتكم الفيديو توضيحي كده لما يفعله المنزار في الحالات اللي نضطر الاستقصال الأنبوبة بالمنزار إذا اضطرينا لكن ممكن حفاظ على الأنبوبة فيه كتير من الحالات بس ده هنشوفه بعد ما ناخد الاتصال اللي معانا معانا اتصال تليفوني تفضلي علو ايه زينة بتفضلي ايه دكتور لو كنت أنا باخد برشين منع حمل اللي هو ماء تلط بقى لي عشر شهور وفجأة عن المعارضة كده فضيتي ننزل علي دم بس هو الدم يعني مش لازل كتير طيب ولو كما تخير من دون تليفوني كده ويه ماخد جهد ممكن يكون ايه سببات معرفش لان سببه ده محتاج ان حد يعمل صنار عشان يشوف المواصل جامد ده وطبعا بان عارف هيتعمل لحضرتك ايه اي حد تروحيله ويقوم حاطة الصنار على بطنك اعرفي ان هو بيشوف لا شيء فلازم الصنار اللي يتعمل يبقى صنار ايه اه لا مش اه مفيش صنار اه فيه صنار مهبلي اسمه صنار ايه ايه صنار مهبلي تمام والست اللي مش حامل والست اللي حامل في اول شهرين حامل لا يجرى لها اي صنار من البطن لانه لا يرى شيء لكن لازم يتعمل صنار مهبلي اه ممكن السؤال بس اللي انا عايز اسأله لحضرتك هو محدش قال لحضرتك ان الوسيلة دي وسيلة منع الحمل اللي حضرتك بتستخدميها دي هذا النوع من الاقراص وارد يحصل معاه لخبطة في الدورة محدش قال لحضرتك كده هو الدكتور قال لحضرتك ممكن تخديه وما ينزلش عليك دورة طب حضرتك بعد اذنك بعد اذنك بس الدكتور قال لحضرتك تلت الجملة ممكن اقول التلتين اللي فضلين اه ممكن تخديه وما ينزلش عليك دورة وممكن تخديه وتنزل دورة منتظمة كل شهر وممكن تخديه وتنزل دورة منخبطة تماما ما تعرف لهاش موعيد هو اكتفى بنقول لحضرتك الممكن الحلوة اللي تحببك في الموضوع اه تمام يعني اللي حصل لحضرتك ده وارد الحدوث تمام الحاجة التانية ان دي وسيلة من وسيل منع الحمل وكل وسيلة منع الحمل لها نسبة فشل حضرتك عارفة نسبة فشل وسيلة اللي بتستخدميها دي قد ايه طيب تقترب من عشرة في المية يعني لو دناها المية ست تسعين في المية منهم مش هيحملوا لكن في عشرة وارد يحصل لهم حمل اللي حضرتك مستعجبة جدا هو انا ممكن يحصل حمل على اقراص منع الحمل نعم اقراص منع الحمل ثنائية الهرمون التي لا تصلح مع الرضاعة نسبة حدوث الحمل معها قليلة جدا 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 اقل من واحد في المية اما اقراص منع الحمل اللي حضرتك بتغذيها قليلة الهرمون احادية الهرمون التي تصلح مع الرضاعة من مشاكلها انها تحدث خلل في الدورة ومن مشاكلها نسبة حدوث الحمل معها نسبة واردة ومرتفعة وحضرتك غالبا ما كانش بينزل عليك دم مش بسبب القراص اللي حد قالك انها مش هتنزل دم كان بسبب ان حضرتك بتردعي فلما حضرتك ابتدت الرضاعة تقل لان الطفل كبر وابتدتي تدي غزة غير الرضاعة فحصل ان الدورة نزلت وده وارد وطبيعي ويجب قبل ما ندفع سيدة نحية وسيلة المنع الحمل لازم نبقى نفهمينها الوسيلة دي ميزتها وعيوبها ايه ولازم لما نشرح للسيدة نشرح in a neutral way باسلوب متوازن يعني ما نقودش نقول لها تعالي ما نكلمك على ميزات اللولب فنقعد ساعة نتكلم عن ميزات ونقول لها برضو عيوبه بس نقولها في نص دقيقة فنبقى احنا بنقول كلام مش متوازن مش امين بنبقى بندفعها من غير ما ندر لازم نقول in a neutral way الميزات والعيوب وبالتالي حضرتك عرفة الوسيلة اللي بتستخدميها وتبقى موافقة عليها ومتوقعة اللي بيحدث ده حضرك بتكلمين او مستغربة اللي احنا مش مستغربين وخالص لان ده وارد جدا الحدوث لكن الالم اللي بتقولي الم والم جامد ده يجيب عنه من يجري لحضرتك صنار مهبلي فاذا اجري الصنار من البطن فهو لا يرى شيء ولا يجيب على اي شيء تمام طب اقول لحضرك يا المناسبة المسيلة دي مناسبة ولا هي ممكن تتغير ممكن تتغير وحضرتك سمعتين انا قلت انها لها نسبة فشل قد ايه وبالتالي ممكن البحث على وسيلة تبقى نسبة نجاحها اعلى ونسبة فشلها اقل طب هي ايه افضل وسيلة ده ما فيش افضل يا فندم لو كان فيه افضل لو فيه افضل ما كانش بقت فيه وسائل تانية كل وسيلة لها ميزات ولها عيوب ما فيش وسيلة الافضل كانت بقت هي الوحيدة اللي موجودة ايه طعم طعم ففي وسيلة تناسبني وتناسب ظروفي ولما شرحولي لقيت ان عيوبها وميزاتها متفقة مع شخصيتي وطباعي وظروفي فتبقى دي ساعتها الوسيلة الافضل في اختياري ليها لكن ما فيش وسيلة الافضل في العموم طعم لان انا جربت جميع الوسيل للجهاز والقبر وكده ما نفقتش معي خور حضرتك اكيد من اهل اسكندرية عشان كده قلتي الجهاز على عكس اهل مصر طعم حيث حضرتكم الوحيدين اللي بتقولوا كده طعم اللولب طعم طعم ما نفعش ازاي يعني حصل حملة عليك اه لا كان طول فترة بيبدل في الشهر بينزل علي الدورة كتير جدا طعم تبقى لسه خالصة وبخش يومين وتنزل تاني طعم بيعمل نزيف طعم ومحدش قال لحضرتك ان اللي يحصلها كده على اللولب ان فيه لولب الوقت اسمه لولب هرموني بتنتفي فيه هذه المشكلة اه هي الدكتورة كده مش هي ميكة حضرتك حد قال لك ان اللي بيحصلها نزيف على اللولب في حاجة اسمها لولب هرموني بيقضي على هذه المشكلة لأ طعم بيبقى محدش قال لحضرتك الحقيقة والصراحة وما صرح لكيش بوضوح فحضرك تقدر تستخدمي الأنواع أخرى من وسائل منع الحمل بس لما حد يقعد يستعرضها مع حضرتك وينقشك فيها شكراً لاتصالك طيب هنشوف الفيديو ولا معنا اتصال طيب الفيديو اللي هنوريه لحضراتكو ده ده مش فيديو حقيقي ده فيديو تصوري بنعمل ايه بالمنزار لما ندخل ونلاقي حمل خارج الرحم ونبقى نويين نستقصل الأنبوبة زي ما قلنا الوقت احنا ببنعملش كده غالباً بنحافظ على الأنبوبة هنشوف الفيديو كده مع بعض ونشوف ده فيديو تعليمي بنعلمه ده نسبت الصورة بعد اذن حضرتكم اللي على شمال الصورة ده الرحم طالع منه قناة كده دي قناة فلوب اللي منتفخ فيها انتفاخ في النص الجزء اللي منتفخ في النص ده الحمل خارج الرحم لما مندخل بالمنزار بنشوف المنزر ده ده منظر حمل خارج الرحم undisturbed ما حصلش لسه انفجار في الأنبوبة ولا حصل نزيف اكتشفناه وما زال الحمل داخل الأنبوبة عامل تمدد فيه جدار الأنبوبة في الجزء الأوسط منها وبالتالي بالمنزار بنشوف المنزر ده هنتعامل مع الأنبوبة اللي فيها تمدل وانتفاخ وحمل خارج الرحم دي هنشوف إزاي نحرك الفيديو بعد إذن حضراتكم هنا بيورينا ده في تعليم المناظير ونقول اللي بيتعلم نقول اختار الآلة المناسبة اللي تمسك بيها الأنبوبة واللي تبتدي تقص بيها فهو بيعلم كده في السيميليتور اللي على الكمبيوتر بيعلم على الآلة الأمثل ويبتدي يحرك بقى ويدخل فهيقول لنا كده ده بيتعمل في امتحانات الماجستير والدكتوراه بيقول حمسك الأنبوبة بالآلة دي ثم بيختار آلة تانية وبندخل بالآلة التانية الأطباء دي عرفوا دي بايبولر دياثيرمي يعمل كيل الميزنتري للرباط بتاع الأنبوبة المنطقة اللي فيها أوعية دموية فلما يكوي تبقى الحتة دي دمويةها قليلة وبعدين يقص بالمقص وكل حتة يكوي عشان يتأكد ان دمويةها وقفت ولما يتأكد ان الأوعيات دموية خلاص قفلت تماما يبتدي يقص بالمقص عشان يستقصل الأنبوبة ده لما نكون نوين نعمل جراحة الفيديو اللي قدام خضراتك ده فيديو من سيميليتور من محاكي لعلى الكمبيوتر اللي بيتم تعليم تدريب الأطباء عليه على كيفية إجراء الجراحة وبيتم الامتحان عليه في امتحانات الدبلومة المناظير وامتحانات الدكتوراه نبتدي جزء جزء من الأنبوبة نكوي تحت الأنبوبة ونوقف الدموية بتاعتها ونستقصله برضو هنرجع تاني ندخل الآلة اللي هنكوي بيها ويتحول لون الأنسجة من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض خالص عشان نقول إن الدموية وقفت وإن معادش فيه أوعية دموية هنا ممكن تنزف ونقص طبعا كل ده يعني ده تقريبا ريال تايم ووقت حقيقي بدون منتجة زي ما قلت حضراتكو في جراح مناظير شاطر ممكن يعمل عملية في تلت ونص ساعة ويخرج ودموية وفقد الدم بيبقى قليل جدا لإن جراحة المناظير بنهتم جدا بإيقاف الدم عشان كمان نشوف لإن ده كل ما يبقى فيه دم بيخلي الرؤية تبقى أسوأ فبنوصل إن فصلنا الأنبوبة تماما ونيجي عند منطقة التقاءها بالرحم نكوي برضو المنطقة دي وبنكوي لحد ما الأنسجة يتحول لونها من اللون الأحمر الوردي إلى اللون الأبيض يحصلها بليشين كده يعني نتأكد تماما إن الدموية بتاعة المنطقة دي وقفت ثم نقص وكده فصلنا واستقصلنا الأنبوبة تماما دون فتح البطل طب هنخرجها إزاي بقى وإحنا ودي متضخمة ومنتفخة وإحنا فتحة المناظير نص سنتي اللي هي حلول برضو هندخل أهو كيس بنلم فيه كل أنسجة لو عايزين والكيس ده حزام حواليه نقدر نشد الحزام ده نعصر الكيس ده ونصغره جدا ونخرجها خارج البطن وبالتالي ده المنظر الأخير لو نسبت الصورة ثواني الرحم اللي موجود على شمال الصورة الأنبوبة المستقصلة طلعة منه والكورة البيضة اللي بينها فيه أقصى يمين الشاشة ده المبيض ده سيميليتور محاكي لعملية استقصال الأنبوبة بالمنظار لوجود حمل خارج الرحم وبعد انتهاء الجراحة ده بنبتدي بقى ندخل سوائل في الحوض ونغسل ونشفط السوائل ده أكتر من مرة عشان نتأكد من إن نضافة وإن ما فيش أي دم ورانا سيبناها في الحوض وإن ما فيش أي نقاط نازفة وتنتهي الجراحة وزي ما قلت لحضراتكم زي ما انت شفتوا كده فعشر دقائق ربع ساعة تقدر تنهي القصة دي والعملية كلها من تخدير للنفخ بالدخال آلات المناظير لإخراجها تاخد من نصف ساعة لساعة مع جراح شاطر ومتدرب وإيده سريعة وتنتهي القصة والست تروح بيتهم بعد ساعتين والفتحات اللي في بطنها فتحات حوالي نصف سنتي زي فتحة الحلق اللي خرم الحلق اللي في بطنها ومتعتبرش فتحة للبطن وبالتالي كل دي ميزات للتكنولوجي بتاع جراحة المناظير اللي اتعملت عشان تبقى تقنية مرتفعة ومرهقة ومتعبة ومحتاجة تدريب عالي من الأطباء لكن علشان راحة المرضى عشان تتحول جراحة كبرى إلى جراحة من جراحات اليوم الواحد وتجرى من خلال فتحات صغرى وبأقل وقت وأقل نزف للسيدة طيب نرجع كده ده لو هنعمل الجراحة بالمنظر هنوري حضراتكم بقى أمثلة لجراحة المناظير للتعامل مع الحامل خارج الرحم بس هنوري حضراتكم حالات طبعا ندرة وجديدة ويعني مفاجآت بنحضرها الحلقة القادمة واللي بعدها هل معنا اتصل؟ طيب وبالتالي الحامل خارج الرحم كل سيدة حامل هي عرضة أن يكون الحامل بتاعها خارج الرحم النسبة حدوث الحامل خارج الرحم تبقى أكتر في السيدات اللي حصل لهم قبل كده حامل خارج الرحم اللي فتحت بطنها قبل كده لأي فتح بطن في الحوض استقصالت أوراملي فيه ياشصالت كيس على المبيض لمريضات مرض البطانة المهاجرة اللي عملت جراحات سابقة زي قيسريات واستخدمت اللوالب بالذات كأسلوب لمنع الحامل المدخنات لزبط حدوث الحامل خارج الرحم أعلى السبتات اللي عندهم التهابات متكررة في الحوض والأنبيب دي عوامل الخط الرئيسي العرض الرئيسي للحمل خارج الرحم قبل ما أقول العرض الرئيسي الحامل خارج الرحم مخادع فالأعراض الرئيسية اللي أنا حقولها دي قد لا تكون موجودة الحامل خارج الرحم هو حمل وبالتالي الست هتبقى الدورة انقطعت لأنها حامل مش هتبقى فيه دورة من ضمن خداعات الحامل خارج الرحم إن الست اللي حامل في الحامل خارج الرحم تبقى حامل وينزل فيه معادة دورة دم تعتقد أنه دورة صحيح يبقى كميته وعدد أيامه مختلف شوية عن المعتاد لكن جيه في معادة دورة فالست تعتقد أنها عندها دورة ولا تظن أنها حامل على الإطلاق فأولى الحاجات اللي بتشكك الستات إن فيه حمل إن تبقى دورة متأخرة تقول لك لا مفيش ساي السيدة اللي بتتصل دي تقول لك أنا أستاذ الموسيلة هو الملع الحمل وسيلة اللي بتستخدمها من الوسائل اللي بتزود احتماليات الحمل خارج الرحم من الوسائل اللي هي قالتها دي بالاسم وبتقول فجئت بدمه وأنا ممكن أبقى حامل آه ممكن يحصل ده يبقى أول أعراضه إن الستة حامل فيه أعراض الحمل ومنها انقطاع الطمط لكن هذا العرض قد يكون غير موجود فبالتالي يخدع السيدة ويخدع الطبيب ما ميجلس ألها يشك إنها حامل ولها هي الدورة متأخرة تقول لها أبدا دورة كانت موجودة من أسبوع وده معادها العادي فيشيل من دماغه احتماليات إن يبقى فيه حمل بمشاكله ويتراجع تشخيص الحمل خارج الرحم وبالتالي دي من ضمن خداعاته العرض التاني الرئيسي للحمل خارج الرحم هو وجود ألم في الحوض في ناحية من الناحيتين اللي هي النحية اللي فيها الأنبوبة اللي حصل فيها الحمل خارج الرحم الألم ده أحيانا شديد أحيانا مميت قاتل زي السكاكين أحيانا يتطور الألم في كل البطن ويسمع في الكتف زي ما مرينا حضراتكم فيديو وبيسمع في أسفل الظهر وقرب فتحة الشرج وأحيانا يبقى الألم بسيط وغير موجود ومحتمل والست تعتقد إن ده تقل فيه الحوض اللي هو عادي بيحصل في أول حمل مع الانقباضات العادية في الأول حمل العرض التالت نزول نقاط دم ليس بالضرورة أن يكون موجود من ضمن خداعات الحمل خارج الرحم لو ست حامل وبينزل دم هتبت يتتنبه وتقلق وتقول إن فيه مشكلة من ضمن خداعاته إن العرض ده قد لا يكون موجود وحتى لو موجود معظم الناس حتفكر في إن ده حمل داخل الرحم ومهدد بإجهاضه وبالتالي الست نازل عليها دم فالحمل خارج الرحم أعراضه الرئيسية أعراض الحمل وقد لا تكون موجودة ألم في أسفل البطن قد يكون بسيط ومحتمل وغير مؤثر ونزول دم وقد لا يكون موجود عشان كده بنقول إنه مخادع لإن كل أعراضه هو أحياناً في بعض الحالات ينفيها ولا يظهر بيها طب إحنا بقى نتعامل إزاي؟ هنقول بس ناخد الاتصال معنا معنا اتصال تليفوني تفضله عليكم السلام يا صحر علي صوتك أيوة حضرتك مال أيوة تفضلي إزاك يا دكتور أهلاً بحضرتك أنا مدان صحر من الشرقية دكتور متابعة عن حضرتك يعني في الأيان أيوة حضرتك أنا كنت ريال حضرتك بيتجوزة بقى لخمس سنين وبعد قلت لي حضرتك أنا عندي تكييسات على الميديا وعملت لي منظار تمام وبعد ما عملت بعد ما عملت كانوا خمس سنين حبلت فيهم مرة واحدة بس بعد ما عملت الإشاعة باستبغة بعد ما عملت الإشاعة باستبغة حبلت أو من دعتها بشهر على طول فبعد ما حبلت جنينة وفت للشهر الثالث فنصر الثالث لما عملنا المنظار لقينا إيه غير تكييسه مباي أه حضرتك قلت بفيه التكييس على المباي بعمس التكييسات سنينوي herbs وبعدين وبعد كده حضرتك قلت أخدت عالق خدت من أع حملي شهر وبعد كده أخدت منشطات وبعد ما أخدت منشطات حصل حملي من أول سات كويس الحمد لله الحمد لله وبعد كده دكتور في الشهر السادس ب uh شهر السادس الست الحمل الأولان توفع في الشهر الثالث أيها بتكلم الحمل اللي حصل بعد المنظار اللي حصل بعد المنظار بشهر حضرت بتقولي في الشهر السادس بس عشان أبقى أمتابعك السادس في أول أسبوع في السادس يا دكتور روحت متابعة حملة عادية قالت الجديد المتوقف فدلوقتي المتوقف من شهر اتنين اللي فات اللي هو في مصف اتنين بقلي ثلاث شهور يا صحر أنا بيصعب علي مجهودنا اللي بنعمله يعني حضرتك في خمس سنين حصل حمله مرة واحدة وماكملش قوم بعد خمس سنين حضرتك جيتي عملنا بعد شهر ونص علاج منظار ومن أول شهر بعد المنظار حصل حمل يعني الحمل ده عزيز وغالي ويحتاج اهتمام شديد صحيح كل شيء بقدر الله وممكن تعمل كل الاحتياطات وتاخد كل اللي في وسعك طبيا وقدر الله لا يمنعه ولا يؤثر فيه شيء بس نبقى احنا اهتمينا وعملنا اللي علينا فحضرتك كنت بتتبع الحمل ده كويس يعني كنت بتروحي كل أسبوعين عند الدكتور كان متابع الحمل حضرك وصلتي للسادس هل اتعمل لحضرتك تحاليل هل اتعمل صنار رباعي الأبعاد ودبلر في الشهر الخامس اللي هي أساسيات متابعة الحمل مش للحمل العزيز والغالي ها هل اتعمل الكلام ده سكر والحاجات دي في أول الحمل كانت سهلة على قلبك لما كنتي محتجانة عشان يحصل حمل وبعدين لما حصل حمل حتى ما جيتي عشان نقفهمك ازاي تتبعي صح وتعرفي اللي بيتابعك ده بيتابعك صح ولا أه مفيش حاجة اسمها تسمعي كده ان الست الحامل يتعمل لها صنار رباعي الأبعاد وهي في الشهر الخامس عشان اكتشاف أي تشوهات في الجنين وبتعمل معاه دبلر عشان قياس سرايان الدم في المشيمة والحبل السري ما تسمعيش حتى سمع عن الكلام ده لا والله يا دكتور الصراحة بعدين هم قالولي انت هتروحي مصر احنا ما صدقنا انت هتروحي بلد العقل هاش هنا في البلد انت زي هتروحي عقل وانت حامل اه زي الطريق للقاهرة حيوق حيموت العين طب ديك قعدت عندك وهو حصل اه انت مش مش شرقية ايوة مش شرقية يا دكتور اه الركوب ساعتين هو ده اللي هيهدد الحمل حضرتك ما بتشوفيش الست الحامل اللي عندكم الفلاحة بتنزل تفلح الارض وهي حامل اه بتشوفي ده ولا ما بتشوفيهوش بس اه صراحة عايبة فيهنا الناس فلاحين وكده بس ما فيش لو حكايت بقى لسه البنات اللي في اول حاملها وكده بطرحها باي ربنا يا كريمك ان شاء الله بإذن الله ناشي السؤال ايه بقى يا صحر يا دكتور السؤال اللي حضرتك عايزة تسألي وهوني ايه انا عاوزة افضلتك يا دكتور السؤال انا ينفى انني افضل منشطات اللي اخدتها غيبا كده من غير ما جيلك يلا مش ده السؤال اللي قاعدة جنب التلفزيون وبتسمع ده وهي اللي بتمليك الاسئلة اللي تسأليها اه هي دي اللي قالتلك ما تنزليش للدكتور لما تحمليه هي دي ايوة ايوة هي دي هي دي اللي لما حضرتك حملتي قالتلك اوعي تروحيله احنا ما صدقنا انك حملتي هي دي هي دي اللي الوقتي بتقولك قوليله بقى ناخد المنشطات من غير ما نروح له ولا نكشف ولا بتاع هي الورقة اللي معنا دي نكررها هي دي هي دفس الفكر ده نفس الشخصية دي هي اللي قالت كده وهي اللي هتقول كده يا مادام العلاج علاج مبني على تشخيص تعم يعني ايه يعني ينفع اخد المنشطات اه وغالبا حضرتك هتحتاج تاخد المنشطات طب جرعتها ايه طب قبلها ايه طب حضرتك ناسية وزا كنت ناسية افكرك حضرتك حصل حمل بعد المنزار ده اللي انتو فاكرينه بس انتو مش فاكرين ان لما حضرتك جيتي عملنا لحضرتك تحاليل ها منها تحاليل واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة معاكي ورقتين تلاتة تحاليل وعملنا لحضرتك صنار وعملنا لحضرتك اختبار للانبيب وبعدين ادينا لحضرتك علاج ودينا لحضرتك نظام غذائي ودينا لحضرتك نظام حياة تمام؟ وبعدين عملنا منزار وبعدين خدنا منشطات فالمنشطات دي افلحت وحصل حمل حضرتك عايزة تاخد المنشطات هايل بس حضرتك ناسية ان في خطوة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كانوا قبل المنشطات فحضرتك ايه؟ عايزة تختصريهم عايزة الحاجة اللي تبقى سهلة وبسيطة عليكي اللي نصحتك انك ما تروحيش للدكتور وانتي حامل هي نفسها اللي بتقولك وإحنا نروح ليه تاني وبتقولك طب بدل ما نروح ما نكلمه في التليفون ومناخد من بقه وتقولك شوفي اهو قالك كرريها بس انا الحقيقة مش هقولك كده لان ده مش صح وانا ما اقولش الغلط حضرتك غالبا هتحتاجي تاخدي منشطات غالبا دي تتحول الى اكيد اه ولا لأ بناء على معطيات هذه المعطيات اسمها تشخيص التشخيص ده اسمه تحاليل وحضرتك كان بقالك خمس سنين لحد طلب من حضرتك التحاليل دي ولا حد قالك كلام ده ولا حد نصح حضرتك النصايح دي ولا قالك انك لازم تعملي ده فاللي قالك كلام ده جايز يكون كذاب بس اللي قالك كلام ده وعمله مجرد ما عمل خمس خطوات دول حصل حمل ففيه اثبات ايه ودليل اكتر من كده ان الطريق اللي حضرتك مشيتي ده طريق صحيح حضرتك مشيتي طريق طلعت يسلم من سبع خطوات حضرتك عايزة تعملي الخطوة رقم سبعة وتقف في اعلى السلم من غير ما تطلعيه ربنا قادر على كل شيء والحمل بيد الله لكن طبيا هذا مخالف للقواعد الطبية فالعلاج بناء على تشخيص والتشخيص بناء على دليل والدليل بتحليل وكلام العليل لا يغني عن التحاليل كدليل ليقوم عليه الاطباء بكتابة علاج امتى حد اعرف الكلام ده؟ سنين بقول وحاول افهم ان السلم الطبي ده يجب مراعاته وما فيش فايدة للأسف الشديد تعم؟ اليك ويا كل السيدات الحوامل صفر حضرتك الف كيلو مشيا على الأقدام لا يضر الحمل على الاطلاق تعم؟ وان متابعة الحمل مسئولية من تابعه ومسئولية من أوصاكي بمتابعته وان متابعة الحمل لها قواعد قد تخالف هذه القواعد زي اللي مثلا يسوق على سرعة 200 كيلو يقول لك انا عملتها ونفعت وربنا سطر اه بس انت كده بتخالف القواعد ففي الأغلب الحجر الداير حيجيله يوم يعني فمتابعة الحمل لها قواعد عند مخلفة هذه القواعد وارد ان تحدث مشاكل فمن قواعد متابعة الحمل ان حد ينظر بعين لاهتمام ان السيدة دي حمل عزيز وغالي وبعد خمس سنين وبعد مرار ومرواح ومجي ومصاريف وعلاجات وجراحات اتنين من أساسيات متابعة الحمل عمل تحاليل روتينية كل شهر ونص شهرين التي لم تجرى لحضرتك مطلقاً من أساسيات متابعة الحمل للستة العادية اللي ما عندهاش حاجة عمل صنار رباعي الأبعاد في الشهر الخامس يتم باعه تقييم جيد للمشيمة ووظيفها والحبل السري واستبعاد تشوهات الجنين لان حضرتك كمان الحلقة الجاية حتقوم من الطصة بها وتقوليه لي طب هو متل ايه؟ طب هو اللي حصل ده وارد ان لما حتى ااخد علاج ويحصل حملة تاني وارد من يتكرر فمعرفش اجابة ليه معرفش اجابة ليس جهلاً لاني ما عنديش المعطيات عشان اجاوب لان الوحيد اللي يعرف المعطيات دي هو من كان يتابع حضرتك لان انا ما عرفش هو متل ايه؟ والتشخيص ايه؟ وبالتالي ايه الاحتياطات اللي واجب اخدها؟ الكلام المبهم حضرك فاكراً انك بتقوليه كده كلام مفيد العيل في الشهر السادس مات فين بقى؟ تحليل العوامل التجلط ايه؟ فين قياس الضغط ايه؟ فين تحليل الزلال ايه؟ فين تحليل الأجسام المضادة ايه؟ فين الدبلر ايه؟ فين ضغطي ايه؟ فين سكري ايه؟ عشان اعرف السبب عشان اعرف اجاوب عشان اعرف اقول لحضرتك ايه الاحتياطات اللي محتاجين ان اخدها اكسترا المرة الجاية وان ده وارد يتكرر ولا لان حضرك هتسأليني هو ده وارد يتكرر؟ وده حصل لي يا دكتور هو ده انا عملت حاجة وكان المفروض ايه تعمل؟ الاجابة على كل هذه الاسئلة ليس عندي ليس جهلاً لكن لان عدم توفر المعطيات لان اللي عنده هذه المعطيات هو من كان يتابع الحمل فمن يتابع الحمل هو مسؤول عن هذا فهذه المهنة للأسف الشديد لها قواعد فاذا تم مخالفة هذه القواعد كما تعتقدون ربنا الحمد لله بيستر لان اردت فوق اي شيء لكن ساعتها اذا حدثت المشاكل فلا تلومن الا نفسك كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا بقول لحضراتكم من الان انتظروا فيديوهات صادمة ومؤثرة ومذهلة انا نفسي ما اتعرضتش للحالات دي طوال حياتي الا شفتها في الاسابيع الاخيرة نبتدين الحلقات دي فيديوهات صادمة ومذهلة ومؤثرة عن حالات نادرة جدا في الحمل خارج الرحم سنعرضها في الحلقات القادمة تباعا كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجيلكم في معادي بلا تأخير لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير محتاج منا لرعاية الصبر مدعبو هتفيدوا ايه الوطن بتحلت الحمل دي نعمة وقايا محتاج منا لرعاية الصبر مدعبو هتفيدوا ايه الوطن بتحلت الحمل دي نعمة